طيب عاوزا أبدأ معاك المشوار من الأول هبدأ من كفر الشيخ جاهز معايا؟ جاهز أنت في كفر الشيخ لعبت كرة شرابة؟ لعبت كرة شرابة ما نعايز أقولك الجيل بتاعنا في كل أنديت مصر كان فيه لعيبة موهوبة بشكل جدير جدا يعني ما فيش فرقة في مصر كلها أهل زمالك التحدي محلة اللي لما تلاقي فيه سبعة تمانية موهوبين نعم وده بسبب كرة الشرابة والكرة كويتش الصغيرة اللي خلتك كنترولك بتعلي من كنترولك على كرة انت بتلعب بكرة قد كده نعم النهار ده رابو كنت بتلعب على أرض صلبة على أسفلت وعلى أرض صلبة وعلى كل حاجة كلها بنلعب ليه كان فيه قدام بيتك حتة واسعة كنت بتطع تلعب فيها كان حتة اللي لعب الكرة كانت متاحة في كل مكان فيه ساحات فيه ساحات النهار ده عشان تنزل ابنك في الشارع تخاف عليه انه لازم عشان يلعب كرة لازم تودي نادي ويشترك في نادي وهل ظروفك تسمح ان تشترك في نادي ولا لأ يتودي أكاديمية واحد عامل أكاديمية هل ظروفك تسمح برضو اللي تدفع له فلوس للأكاديمية ولا لأ قوله عايز ولاده ابن محمد صلاح أيوة النهار ده كان والدي والدك كان يقولك الدراسة الأول احنا هنا الواحد بيعمل اللالة عشان يخرج أيوة يعني عايزولك احنا فضل من ربنا الحمد لله ان احنا لعبنا بالصدفة والقدر هو اللي خلاننا لعبنا كورا احنا لعبنا بالصدفة